يُؤْتِي الْحِتمَةَ مَنْ يَجَاءَ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِتمَةَ فَقَدْ رُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكَرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أخواني المشاهدين والمشاهدات وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بنا اللقاء في هذه الحلقة ومع هذه الكلمات سائلنا المولى عز وجل أن ينفع بها المستمع وينفع بها المشاهد أقول إخواني المشاهدين هذه يد المنون تتخطف الأرواح تتخطفها من أجسادها وهي راقدة تعاجلها وهي تمشي في طروقاتها تقبضها وهي مكبة على أعمالها تباغتها وتفاجئها من غير إنذار ولا إشعار كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وللأسف الكثير من بنوا آدم في هذه الدنيا لاهون وساهون يأمنون الدنيا وهي غرارة ويثقون بها وهي مكارة يركنون إليها وهي غدارة إنها الدنيا التي كم أبكت ضاحكاً وتضحك باكياً وتخيف آمناً وتؤمن خائفاً وتفقر غنياً وتغني فقيراً تتقلب هذه الدنيا بأهلها لا تبقي أحداً على حال العيش فيها مذموم والسرور فيها لا يدوم تغير صفاءها الآفات وتكدرها الفجعات وتفجع فيها الرزايا وتسوق أهلها المنايا أخي المشاهد وأختي المشاهدة لا يعرف حقيقة الدنيا بصفوها وأكدارها وزيادتها ونقصانها إلا المحاسب نفسه الطائع لربه المراقب لقلبه يقول الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف أنه عبد لله وراجع إليه فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد فليعد لكل سؤال جواباً قيل يرحمك الله فما الحيلة يسأل إذن ما هو الحل قال رضي الله عنه ورحمه الله الأمر يسير تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي الإنسان إذا أحسن في حياته فيما بقي من حياته فالله سبحانه وتعالى قد يبارك فيما بقي من حياته ويجعل له الخير الكثير ولكن إن عاش كما عاش في السابق لا ينظر إلى ما أمامه فإنه في الخسران المبين أخي المشاهد أختي المشاهدة هذه وقفة محاسبة مع النفس بل أقول مع أعز شيء في النفس مع ما بصلاحه صلاح العبد كله وما بفساده فساد الحال كله وقفة مع ما هو أولى بالمحاسبة وأحرى بالوقفات الصادقة فقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المحك القلب لا يستقيم إيمان العبد إلا باستقامته وهو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الهيئات ولا إلى الأجساد ولا إلى الثروات ولكنه سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب ينظر إلى الطاعات ينظر إلى التقرب مدى قرب العبد من الله سبحانه وتعالى روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنستمع إلى هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذن المحك هو القلب والعمل لا الصور ولا الأجساد كثير من الناس حين تكلمه عن عمله يقول لك إنما الإيمان في القلب ولكن نقول الإيمان في القلب يصدقه العمل فيا للعجب من أقوام صرفوا جل اهتمامهم في تحسين ظواهرهم وللأسف غفلوا عن قلوبهم وغفلوا عن أفئدتهم مع أن القلب كما ذكرنا هو سيد الأعضاء وملكها أقول من عرف قلبه عرف ربه وكم من جاهل بقلبه ونفسه والله يحول بين المرء وقلبه يقول ابن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر القلب إذا لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر فهو على خطأ ويقول ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه أطلب قلبك في مواطن ثلاث ولننتبه أخي المشاهد أختي المشاهدة لهذا الكلام أطلب قلبك في مواطن ثلاث عند سماع القرآن إذا سمعت القرآن هل يتأثر قلبك هل يزداد إيمانك أم أنك على الحال التي أنت عليها وكذلك عند مجالس الذكر هل يزداد الإيمان وفي أوقات الخلوة بينك وبين الله هل أنت محتسب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى فإن لم تجده في هذه المواطن الثلاث عند قراءة القرآن وعند الخلوة وعند الذكر فسل الله قلبا فإنه لا قلب لك نعم أخي المشاهد إن في القلوب فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى ولا يسدها إلا المحبة لله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلم شعثها إلا حفظ الجوارح واجتناب المحرمات وكذلك اتقاء الشبهات والشهوات والقلب وأخي المشاهد هو حصن التقوى الحصين ووعاؤه المتين الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام ثلاثا يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وهو عليه الصلاة والسلام يشير إلى صدره أيها المشاهدون اعلموا أن القلوب أنواع وقد ذكر القرآن الكريم ثلاثة أنواع من القلوب من قلوب العباد أول هذه القلوب وهي أفضلها القلب السليم الذي سلمه الله سبحانه وتعالى من أمراض الشبهات وسلمه الله سبحانه وتعالى من أمراض الشهوات وسلمه الله سبحانه وتعالى من الأعمال التي تجرح الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنه وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا إِيش؟ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ذاك اليوم الإنسان يحتاج إلى هذا القلب السليم الذي خلى من الشبهات وخلى من الشهوات وخلى من المحارم بل إن هذا القلب كان مطيعاً لله سبحانه وتعالى محباً لله منيباً إلى الله مستعيناً بالله سبحانه وتعالى قال سعيد بن المسيب رحمه الله القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن ذاك القلب الذي خلى من الشهوات وخلى من الشهوات وخلى من عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى امتلأ بالتقوى امتلأ بالإيمان فاض بالخير فاض بالإحسان انطبع صاحبه بكل خلق جميل وانطوت سريرته على الصفاء وانطوت سريرته على النقاء وعلى حب الآخرين هذه القلوب التي لا بد أن يكون عليها القلب المسلم أما القلب الثاني وهو للأسف على النقيض هو القلب الميت قلب الكافر الذي أشرب بالكفر حتى ران عليه فمنع وصول الحق إليه قال الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقال سبحانه وتعالى عنهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون جاء على قلوبهم الران فابتعدوا عن الهدى وعن الصلاح وعن الإسلام وعن التقوى كثرت منهم المعاصي وكثرت منهم الذنوب أحاطت هذه المعاصي والذنوب بقلوبهم قال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلب ويسود من الذنوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا مثل هذه القلوب بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة ممتلئة بالإيمان ممتلئة بالإحسان ممتلئة بالحب للآخرين نسأله سبحانه أن يبعدنا ويبعد المسلمين عن تلك القلوب التي عليها الران التي امتلأت بالشهوات والشوبهات أخواني الكرام فاصل قصير ونعود إليكم نستكمل هذه الحلقة التي هي عن القلب وصلاح القلب فاصل ونعود إليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أخواني المشاهدين والمشاهدات عدنا لكم مرة أخرى ونحن في هذه الحلقة نتكلم عن القلب وعن صلاح القلب تكلمنا عن أنواع القلب وقلنا القلب السليم وهو القلب المؤمن الذي خلى من الشبهات والشهوات ثم تكلمنا عن النوع الثاني وهو القلب الذي ران عليه المعاصي والذنوب وهو قلب الكافر أما القلب الثالث فهو القلب السقيم القلب المريض المثقل بمرض الشهوات والشبهات ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه في عدة مواضع من القرآن منها قوله سبحانه لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ إذن هناك من في قلبه مرض وأخطر أمراض القلوب أخواني المشاهدين هو النفاق والشك والريبة فأمثال هذه القلوب لا تتأثر بالمواعظ ولا تستنفرها النذر ولا توقظها العبر أين الحياة في قلوب عرفت الله سبحانه وتعالى ولم تؤدي حقه نقول لأمثال هؤلاء أين القلوب من أمة قرأت كتاب الله ولم تعمل به أين مثل هذه القلوب التي زعمت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت سنته يريدون الجنة ولم يعملوا لها ويخافون من النار ولم يتقوها ربا امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فحرم البصيرة وربا مطلق لسانه في غيبة حرم نور القلب وربا أمثال هؤلاء طاعم من حرام أظلم فؤاده أما تلاحظ أخي المشاهد واختي المشاهدة أما نلاحظ لماذا يحرم العبد من قراءة القرآن ولماذا يحرم من القيام ومن حب الصيام بل ويحرم غيرها من صالح الأعمال نقول إنه القلب المريض أيها المشاهد غفلة القلوب عقوبة والمعصية بعد المعصية هي أيضا عقوبة والعجب كل العجب من أناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه شتان بين من طغى وآثر الحياة الدنيا وبين من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يقول الشاعر رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها أخي المشاهد على المرء أن يتوب إلى الله توبة نصوحة فإن الذنوب فساد القلوب وخرابها فالقلوب تمرض وقد تموت إذا انحرفت عن الحق وقارفت الحرام تمرض وتموت إذا افتتنت بالرزايا وارتكبت الآثام ولكن العاقل الفطن من حاسب نفسه قبل يوم الحساب وفتش في قلبه قبل يوم الحساب وقبل يوم المعاد أقول يا من ترجون الله وترجون الدار الآخرة يا من تريدون صلاح قلوبكم وسلامة صدوركم لا بد لا بد من بذل الجهود لاستقامة القلب وأقول من هذه الأمور التي تساعد الإنسان ومن هذه الأسباب التي تعين الإنسان على استقامة قلبه هناك أمور كثيرة ولعلي أذكر بعضا منها من هذه الأمور الأخذ بالقرآن الأخذ به تلاوة وتدبرا وقراءة وحفظا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب العظيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ويقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن إيش؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فالقرآن أبلغ موعظة وأنفع الأدوية للقلوب وللصدور قال ابن القيم في شأن القرآن جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين أي شفاء لأمراض الشهوات وشفاء لأمراض الشبهات ومن الأسباب أخي المشاهد لإصلاح القلوب وتطييبها ذكر الله تعالى وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى بشأن الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى اطمئن قلبه وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس عنه الشيطان وارتاح قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي قال رحمه الله أذبه أي أذب هذه القسوة بذكر الله فحري بالمسلم أن يتمعن في هذا الكلام وأن يشتهد على نفسه في ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الأسباب التي تساعد على صلاح القلوب وتطهيرها من الآفات ومن الأمراض البشرية كالحسد والغل والشحناء والبغضاء والكراهة فإن هذه الأمراض تفسد القلب ولا شك وتصرفه عن صحته وعن استقامته روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال قيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل أي الناس أفضل من من الناس هو أفضل الناس اسمع اسمع لرد النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان مخموم القلب صدوق اللسان قالوا الصحابة وهم يستفسرون صدوق اللسان نعرفه إنسان صادق لا يكذب فما مخموم القلب يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام يفسر مخموم القلب هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد فهنيئا بهؤلاء الناس الذين صفت قلوبهم عن الحسد وعن الغل وعن الكراهة ونقول أيضا من أسباب صلاح القلوب إعمارها بمحبة الله سبحانه وتعالى ففيها الفلاح وفيها الاستقامة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وآخر هذه الأسباب وهي من أهم هذه الأسباب وحري بالمسلم أن ينتبه لها وهي أسهل ما يكون على النفس وهي الدعاء دعاء الله وسؤاله سبحانه وتعالى فإن من أنفع الأسباب لحصول تقوى الله وحصول صلاح النفس وصلاح القلب أن يكثر الإنسان من الدعاء لله سبحانه وتعالى وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القلب أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن دعائه عليه الصلاة والسلام وهو يعلم هذه الأمة يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أخي المشاهد إخت المشاهدة أقول أكثروا أكثروا من سؤال الله سبحانه وتعالى التثبيت وإصلاح القلوب فإن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا القلوب ويسر لنا الأمور ويشرح لنا الصدور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى رحمتك وصرف قلوبنا إلى محبتك أسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا بعفوه وغفرانه إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخوان المشاهدين أخوات المشاهدات إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يؤت الحكمة من يجاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب